مجلس الشورى العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ولفت معالي إلى أن كلمة مملكة البحرين وضعت المحددات الفاعلة والإيجابية لتحقيق السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي وفق رؤية حكيمة ونظرة استشرافية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وأوضح رئيس مجلس الشورى أن كلمة مملكة البحرين تأتي بمثابة خارطة طريق تسهم في تعضيل الجهود والمبادرات الرامية لتخفيف التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتشجيع تهديئة التوترات واعتماد الحلول السياسية والحوارات الدبلوماسية من أجل ضمان استقرار وسلامة الدول وخصوصا في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر